أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنزيل العزيز الرحيم لتواضر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يؤمنون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وابرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه توجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أموت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا لئذ قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكلمين وما أنزلنا على قومه من ضرده من جود من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة ووحدة فإذا هم خالدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لهم ما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأرناد وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كل ذا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يقلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مؤلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرج للقديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق من النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا غريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومطاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم بل لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وعد الرحمن وصدق المرسلون إذا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مرضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم ترمنون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا للرب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجربون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقدون هذه جهنم التي كنتم تعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواه وتغلمنا أيدي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصوا على أرين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليوذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أبلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديها أنعابا فهم لها مالكون وذننا لها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينقصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يحللون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العرام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عظيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم ترقدون أوليس الذي خلق السبابات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاك العظيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإنه ترجعون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة